نصلى على النبي ونبدأ بسم الله في المنة بيبدأ في مكان الماء في شمال المحيط الهادي بس يا عزيزي ما بيطلعش هادي زي ما كنا عارفينه وبنشوف سوفيا ومجموعة باحثين وهم بيدوروا على فصيلة معينة من القرش وبينزلوا الرجال عشان يستكشفوا الدنيا تحت المية وبيدفقوا بحوت كبير ميت في الشبكة وما كانوش عارفين ايه سبب موته وفاجأة بيلهوا القرش بتقرب عليهم واحد ورد تاني وسوفيا كانت مستغربة جدا وبتقول من امتى قرش الماكو بيصدوا مع بعض وبتستغرب اكتر واكتر لما بتعرف ان كل القرش اللي شايفاهم دول ايه ناس مش ذكور وبتقول لجزها كريس اللي تحت المية انهم نفس حجم ليليس والليس دي بقى يا عزيزي هي القرش اللي بيدوروا عليه المهم بعد ثواني بيظلهم في الجهاز اني ليليس بتقرب عليهم وبيتصدموا لما بيلوا حجمها زاد اضعاف اضعاف وبقى طولها سبع امطار وكانوا شاكين انها مش القرش اللي بيدوروا عليه بس لما بيلوا جهاز التتبع اللي كانوا حطينه فيها زي ما هو بيتأكدوا ان هي وبتقول صوفيا لي كريس يجيب عينة منها ضروري جدا وكانت عايزة تعرف ايه سبب زيادة حجمها بالطريقة دي في اقل من شهرين كريس قال لها انت مجنون انت ولا اخدم للعمومي الوضع هنا خطر جدا قالت له خلاص بقى انزل اجيبها انا مضل نقص فبيتدايق والدم بيغلف عروه وبيروح غزب عنه وبيقرب منها عشان ياخد العينة لكن يا عزيزي اللي ليست عصابت عليهم وعلمتهم الادى بتاحت المية وصوفيا واللي معاها ما كانوش بيسمعوا غير سرخهمه بس وبسرعة صوفيا بتنزل عشان تطمن على جوزها لكن يا عزيزي بتلاقي اللي ليس سابت لها ايده بالدبلة عشان تبقى ذكرى ديها وبتكرر انها تنزل تاني يمكن تلاقي بايده وبتختص لتاحته وبتشوف اللي ليس جاي عليها بس عدت من جنبها من غير ما تعملها حاجة وفاجأة هجمت عليها بس رجلها بتشبك في الشبكة والشبكة شبكت في السمكة وسحبتها معها للاعمق وصوفيا نزفت بسبب ضغط المية وبتقطع الشبكة بسرعة بالسكينة اللي معاها وبتطلع لفوق وهي تعبنة جدا والنزيف كان عمال يزيد المهم بعد تلات سنين بنشوف شابين وهم وقفين على نهر السين في باريس وكانوا بيستضب المغناطيس وده يا عزيزي ست جديد مشهور اليومين دول ومن ضمن الحاجات اللي طلعوها قذيفة مفجرة من ايام الحرب وبيخافوا وبيبلغوا الشرطة على طول والشرطة قدرت تسيطر على الموضوع والقذيفة ما انفكرتش فيهم اما سوفيا كانت لسه بتحب شغلانتها وكانت وقفة مع مجموعة اطفال وبتكلمهم عن المحيطات والقروش بس انت عارف يا عزيزي دايما كده في حياتك بيبقى في حد غاتت وبيطلع الغاتت ده وبيتريع عليها عشان كان السبب في موت الفريق بتاعها وبتدهي سوفيا وبتخب بعضها وبتمشي بس بتجري وراها واحدة اسمها ميكا وبتقول لها انها عايزها بخصوص المرقاب السابع والمرقاب السابع داي عزيزي جهاز التتبع اللي كان في القرش لليس وبتروح معاها سوفيا على المكان اللي شغالين منه وميكا وصاحبتها بين كانت مهمتهم انهم ينقذوا المحيطات والاسمان وبتوريها على الخريطة جهاز التتبع اللي في لليس فبتستغرب سوفيا وبتقول لها ازاي اخترقتوا جهازنا باني قالت لها مش دا المهم المهم دلوقتي اني لليس بتزبح ناحية نهر السين فبتتصدم لما بتعرف انها موجودة بقالها 3 ايام في باريس وبتقول انها استحالة تعيش في مياه عزبة ميكا قالت لها مش يمكن تغيير المناخ والتلوث اللي في المحيط غير سلوكها هي اكيد تايها ومحتكت يرجع مكانها وبتكنحها انهم يختصوا ويساعدوها احنا بنعرف نتواصل معاها سوفيا قالت لها انت بتتكلمي على قرش مش كالبة ازاي هتساعديها بس وتتواصل معاها ميكا قالت لها تعالي معنا وإحنا نسبتلي وبتعرفها انهم يختصوا النهاردة في نهر السين سوفيا قالت لها انت مكنونة وهتتعبين معاك وثبتها ومشت لكن ميكا بتقول لها ان في حدثة حصلت على الجسر النهاردة والسواق مفقود بس سوفيا ثبتها ومشت ولما رجعت البيت بتلاقي جهاز التتبق اللي عندها ميديها اشارة ان فعلا لليس في نهر السين اما ميكا وبين بيكرروا يختصوا ويتواصلوا مع القرش وبتنزل ميكا وبين بترقبلها الدنيا عشان ممنوع اساسا الغطس في نهر السين وفعلا ميكا بتشوف العربية اللي ويعت منها على الجسر وبتلاقي عليها اصل لعدة القرش وبتعرف ان السواق كده خلاص باي باي كامبوري وبين بتشوف الشرطة جاية عليها وبتشد الحبل بسرعة عشان تعرف ميكا لكن ميكا كانت رفع حبيتين غباء وفكت الحبل منها وبعد شوية بتشوف السمكة بتجري من وراها وبتخافوا وبتطلع فوق وبتلاقي بان خلعته سابتها والشرطة بتقبط عليها وبيروحوا بيها على مارسة قريب منهم وبيتكلموا مع زميلهم قادي وبيأكد عليه الزابط عادل انه ما يسمحش لأي حد ينزل النهر وبيعرفوا ان دي اوامر من العمدة عشان السباق اللي هتعملوا وبعدها بيمشوا وبيسيبوا مع الكلب بتاعه وبعد شوية بتوصل صوفي عنده وبتلاقي الكلب عمالي هاو هاو للمية وآدي ما كانش موجود وكمان الجهاز اللي معاها ميديها قشارة النيل إليس في المكان ده وفعلا بتشوف إليس في المكان بس هي ما بتشوفهاش وتاني يوم الصبح الزابط عادل بيسأل ميكا كانت بتختص ليه فبتقوله ان فيه سمكة قرش في النهر لكن عادل ما بيصدقهاش وفجأة بتدخل على زميلته وبتقوله ان قادي مان وبيجروا بسرعة وبشوفوه وبتقولهم ميكا يكلموا صوفيا بسرعة في الوقت ده كانت صوفيا بتلف وراء الإليس بالجهاز اللي معاها وبتعرف انها قريبة من الرصيف ولما بتشوف البنت الصغيرة بتزعق لها عشان تطلع بسرعة وبعدها الشرطة بتكلمها وبتروح لهم وبيقول لها ميكا بتقول ان اللي عمل كده في قادي سمكة قرش وبيروحوا كلهم لرئيسة الشرطة وبيعرفوها لكن برضو محدش كان مسدق لان سمكة قرش تعيش في مياه عزبة فده أمر جنوني شوية وبتؤمر عادل انه ياخد فريق ويتأكد من موضوع الإرش ده وفعلا بيعمل كده بس سوفيا كانت خايفة وبتقول لهم بدل ما تختصوا وتعرضوا نفسكم للخطر الجهاز بيحدد مكانها من على الرصيف بس عادل كان قفوش حبتين وبيقول لها احنا نروح عايزة تيجي معانا أهلا وسهلا مش عايزة يبقى وفر كلامك وريحينا وبتنزل سوفيا معاهم وهي متوترة وطبعا هي راحت عشان تحدد لهم مكانها بالزبط وبينزلوا فعلا ثلاث زباط وبيختصوا في المكان اللي قالت عليه وكان عمك النهر خمسة متر فبتقول له ازاي لو فعلا هو كده يبقى احنا نشوفها عشان هي ضخمة قالها يبقى ما فيه سمكة قرش ولا حاجة في الوقت ده كانت ميكا بتريبهم من فوق وبتتصل ببني وبتقول لها تقفل جهاز التتبع بسرعة اللي في سمكة القرش وبتعرفها ان الشرطة هيقتلوها لو شافوها في الاول بني ما كانتش موافقة بس بتوافق من كتر زن صاحبتها وفعلا الاشارة بتختفي من عالجهاز بتاع سوفيا والغواصين بيطلعوا بيقولوا العادل انهم شافوا سمكة ضخمة جدا تحت المية وبيفتح السنار بسرعة عشان يتأكد وفعلا بيشوفها وبيتخاني مع سوفيا وبيقول لها انت اللي فصلت الاشارة وعرضت زميلي للخطر وسوفيا بتزعق فيه وبتسيبه وبتمشي لما بدأت تنزف وبتشوف ميكا وهي بتجري وبتعرف ان هي اللي عطلت الاشارة وبتروح لها وبتتخاني معاها وبتقول لها ان سمكة القرش دي مفترسة وهتأتي الناس كتير لكن ميكا كانت مقتنعة انها سمكة طيبة وقاليفة المهم عادل بيقول رئيسته على القرش وبيقول لها انهم لازم يعلنوا عنها ويمنعوا النزول في النار قالت له انت فاكر الموضوع سهل كده عايز نعلن بالكلام ده قبل اسبوع من السباق ده في مهرجانها يحصل والصحافة والدنيا كلها تحضر سباق الولمبيات وبتؤمر انه يزود الحراسة والمرأبة وبيقعد عادل وبيسرش عن سوفيا وبيعرف اللي حصل معاها ومع فريقها اما ميكا المجنونة بتقرر تعمل فيديو لكل الناس المكانين اللي زيها وبتقول لهم ينقزوا المحيطات بتاعتهم وان كل سنة في مليون سمكة قرش بتموت وانهم حيوانات وعندهم احساس وهم بيستضوهم عشان ياخدوا منهم كريمات للبشرة وبتقول لهم يساعدوها عشان ينقزوا سمكة القرش لليس عشان ترجحها لمكانها وعادل بيروح لسوفيا وبيعتزل لها وبيطلب منها انها تنضم للفريق عشان تساعدوا بخبرتها ورئيسة الشرطة بتقول للعمدة على سمكة القرش وبتقول لها انهم لازم يلغوا السباق لكن العمدة بترفض وبتقول لها انهم بيخططوا للسباق ده من بادري وانها وعدة اهل باريس بيه ولازم توفي بوعدها سوفيا قالت لها لو السباق ما تلغيش هتحصل مجزرة قالت لها انتو برضو مش فاهمين حجم الموضوع السباق ده كلف الحكومة مليار وسبعمائة مليون وانتو بكل سهولة كده عايزين تلغوه اتصرفوا انتو في موضوع القرش ده وفعلا بيتفقوا انهم يجذبوا سمكة القرش لمكان معين ويقتلوها لكن بيتفاجئوا ببن وهي جيالهم وبتقول لهم ان ميكا المجنونة جمعت اكتر من خمسين نفر عشان تنقل سمكة القرش وبتعرفهم انهم قريبين من خزانات الصرف الصحي وكمان بتحدد لهم مكانها على الخريطة وبتعرفهم كمان انهم شغلوا جهاز التتبع تاني وبترجع لسوفيا الاشارة اللي في جهاز التتبع بتاحها وبيتفاجئوا ان القرش رايح لمكان سرديب الموتى القديمة وبيستغربوا وبيقولولها ازاي ده ما فيش اي مدخل من النهر عشان يدخلوا منه لكن بني كانت عارفة الخريطة حتة حتة وبتقولهم انهم لقوا مدخل قديم تحت قناة سان مارتين فبيقولولها تحاول بقية طريقة انها تمنع سوفيا من الغطس وانهم هيروحوا وراها بسرعة وفعلا بيجمعوا نفسهم وبيوصلوا القناة وكان المدخل بتاعها دايق جدا اما بقى ميكا المترتشة بيتنزل السمار في المياه عشان تعرف مكان القرش بالزبط وكانت مصممة انها تتواصل معاه وتساعده وما بتقدرش باني انها تمنحها من النزول وتحس كده يعني ان القرش ده ابني خلتها واربان بالسجن وفاجأة بيتلاقي الشرطة طبت عليها وبيأمرهم عادل انهم يخرجوا كلهم من المياه حالا وبيقولهم يخرجوا بهدوء عشان المكان داية وممكن يقع في المياه وميكا بتقول لسوفيا انهم استخدموا الصنار وانها متأكدة انها ترشد السمكة لمكانها لكن برني بتقولهم ان القرش جاي عليهم وبتصرخ في ميكا عشان تطلع بسرعة بس ميكا كانت عنيدة والمفاجأة بقى يا عزيزي انهم بيلقوا ليليس خلفت وبتفرح ميكا وبتلعب مع القرش الصغير وبتزع فيها صوفيا وبتقول لها ما تلمسهاش وبتقول لها ان ليليس الام هتعس اننا بنهددها بس ميكا بيتصمم وبتقول لها ان الفاصيلة دي مبتأزيش وفاجأة يا عزيزي ليليس بتنط نطة حلوة وبتاخدوا مدمغ ناشفة دي وبتريحنا والكل بيتصدموا بيجري بس المكان كان داية وبيتزحلقوا وبيوع منهم ناس كتير والاول مرة يا عزيزي اشوف قرش مترتش وبياكل عياله كمان وكانت طائحة في اي حد قدامها اللي بيجي بها في سكتها فاخدها ايد اي حاجة في الشاكة بتاكله والناس من خوفهم كانوا بيزقوا في بعض وبيني كمان راحت مع اللي راحه وبيرجعوا على المستشفى وهم مظلومين من اللي حصل وبينقزوا اللي يدروا ينقزوه والبقى اتقل على الله وبعدها رجعوا تاني لنفس المكان واخدوا القرش الصغير اللي ميت وده يعني عشان صوفيا تدرسه وتعرف ازاي كان عايش في المية العزبة ديه وبتقوله ان فيها مستشعرات للتكيف مع المية وبتقوله انها كانت بتسبح عكس الطيار ولقيت البيئة المناسبة ليها وان الوقر بتاعها في سرديب الموتى وده عشان باريس من المدن القليلة اللي فيها النظام البيئي لكن يا عزيزي المفاجأة بقى انها بتطلع انسة وكمان كانت حامل وبتتصدم صوفيا وبتقوله ان سنها صغير على الحمل وبتقوله كده يبقى ليليز بتتقاصر بالتوالد العزري يعني ما بتحتكش الضخر عشان تتقاصر وبتقول انها مش من فاصلة الماكو زي ما كانت فترة وانها من فاصلة جديدة اول مرة تشوفها في حياتها وانهم لازم يخلصوا منها قبل ما تتقاصروا تحتل النهر ولما راحوا للعمدة زعائت فيهم وقالت لهم يتصرفوا هم عشان على اي وضع مش هلغي السباق لكن صوفيا بتتعصب وبتقولها ان في ناس كتير ماتت ولازم تلغي السباق ده بس العمدة بتزعب فيها وبتطردها من مكتبة ولما بيستضفوها في البرنامج انقرت وجود سمكة القرش اساسا وقالت لهم ان الدنيا امان وجميلة وقشت صباح الفل وسوفيا وعادل كانوا قاعدين متضايقين وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي وعادل بيقول لها ان الموضوع خرج من ايديهم وبقى في دي الجيش دلوقتي فبتسألهم انت ليه سبت الجيش قال له هو متعصب عشان جبان كنا المفروض نحرر رهان فرنسية وكنت خايف اموت فسبتهم الصراحة ومشيت بس سوفيا بتشجعه بالكلام وبتقوله انهم لازم ينقذوا الناس اللي هتنزل السباق وبيروحوا لإسمه وبيقول لزميله وزميله كلهم كانوا عايزين يشاركوا معاه عشان خطر زميلهم ليه اللي مات وبيعملوا خطة مع بعضهم وبتقولهم سوفيا انها اكيد في الوقر بتاعها واللي بيكون تحت سرديب الموتى والخطة كانت انهم هينزلوا خبراء متفجرات عشان يثبتوا المتفجرات في وقرها واللي هينزلوا المية كانوا سوفيا وعادل وادامة وكاره وماركوس هيفضلوا على سطح المية ويقفوا عند جسر سان لويس وبيعرفهم عادل انهم هيكون معاهم 3 دقائق بس عشان يخرجوا قبل ما السرداب ينفجر وبيعرفهم كمان انهم هيخرجوا من النفاق اللي تحت المية وكان دور رئيسة الشرطة انها هتغطى عليهم وسوفيا بتستخدم جهاز بيجذب اسماك القرش عشان تدي فرصة انهم يزرعوا المتفجرات ويشغلوها واليوم ده يا عزيزي كان يوم السباء بس سوفيا بتحس ان في حاجة مش طبيعية وده لما بتشوف عدد كبير جدا من القرش الصغيرة الا القرش اللي ليس وبتقول لهم ما يتحركوش من مكانهم عشان ما يجوموش عليهم لكن في الوقت ده السباء بيبدأ وناس كتير جدا كانت مشاركة في السباء والقرش بيهجم على واحد من الغواصين وفجأة بيجوا بقى القرش وبيكملوا عليه والجهاز بيقع منه والقرش بيتلموا حوالين عادل وسوفيا وادامة بس كانوا بيبعدوهم بالضوء الاحمر وبيقرر ادامة ان يروح يجيب الجهاز وفعلا بيجيبوا وبيدوس عده لكن القرش بتتعشى به اما سوفيا وعادل ما بيقدرواش يخرجوا من الصدمة قبل ما التلات دقيقة يخلصوا وبيحصل الانفجار وهم تحت وراكو وماركوز بيلفوا بالقارب عشان يعرفوا مكانهم وفعلا بعد شوية بيخرجوا من الميا لكن سوفيا بتقرر انها تنزل تانى وكانت عايزة تتأكد ان يليس ماتت لكن للأسف بتلاقيها خرجة من تحت الصخور وبتعد من جنبها وبرضو ما بتعملهاش حاجة وبتطلع بسرعة من الميا وبتنده على الفريق وبتقولهم ان يليس تحتهم لكن فجأة القارب بيتقلب بيهم وكلهم بيقعفوا الميا ولليس بتاكل ماركو وكمان ماركوس اما سوفيا وعادل بيطلعوا بسرعة فوق القارب وبيلاول يليس بيتلف حواليهم ولما سألها عادل هي بتعمل كده ليه قالت له انها بتلف عشان تروح للسباحين وفي سانية لا سانية بتقطع الجنزير وبتروح ناحيتهم بسرعة عالية جدا وبتبدأ تاكل في السباحين والناس بتشوفهم فوق وبتفضل تسرق والسباء بيقلب مجزرة والناس كلها خافت وكانت بتحاول تهرب لكن الجيش بتدخل وبيبدأ يضرب على القرش نار وما كانوش يعرفوا ان فيه كظائف تحت الميا وصوفيا وعادل بيحاول بنعوهم لكن للأسف ما كانوش سمعين والكل بيدرب على القرش من كل النواحي لحد ما كذيفة منهم بتتفتح وبيحصل انفجار والانفجار بيتسبب ان باقي الكظائف تترفع من على الارض وتتفتح وتنزل كلها تاني على الارض وللأسف بيحصل انفجار كبير جدا والجسر كله بيقع وكل انفجار كان بيشغل باقي الكظائف اللي في الميا والدنيا بتخرب فوق دماغ العمدة والمدينة بتتدمر وبتطلع صوفيا من تحت الميا بعد ما الدنيا هادية وبتاخد عادل وبتطلعه وبتتفاجئ بالمدينة وهي مندمرها حواليها وكمان الوروش كانت عايمة على وش الميا وبعدد كبير جدا ومن الواضح كده ان الجزء التاني المدينة كلها تبقلش وبيخلص الفيلم على كده لايك يا عزيزي وما تنساش تقول لي رايك في كومنت واشوفك الفيلم الجاي